اهلا وسهلا بجميل وشرب المندس البي وابنه اللي عمين حالي على تيكتور بمحتوى موسيقى جيد بس قبل ما ادخل بالمحتوى الموسيقى جميل انت من قصار القامة انا المرض اللي معي ترقق بالعظم نعم هيدا الترقق بالعظم اكيد ما في نمو لاني اطول او انشي باي عمرك تشف مرضك اخلقت خلقه عندك مشكلة عظمك ما بينمو فانت ما بتطوال وعندك ترقق بالعظم نعم انا خلقت مكسر خلقت نعم الحكيم دجري يعني خاف ان الحالي بالاول ايام انا موليد الاربعة وثمانين نعم ما كان في هيك حالي عمنا باللبنان خلقت مكسر يعني ما كنت اسكت يعني من بعد ما خلفت الوالدي حطوني معب اسكت فقالوا انه لازم نشوف شو بود فبلش من حكيم لحكيم قالوا انه خلينا نعم من الاشاعات في شي بالعظم منو مزموط لانه عفص الصدري كان من الاساس لما نخلقت غلط نعم عملوا صور لقوا فيه تكسير مم فهون بلشوا يعجلوا بالحالي ويعرفوا ويدرسوا عنا شخصت انها ترقق حارب العظم نعم وهيدا بعيق الطول وبعيق النمو اكيد طبعا الحضور الظهنة وتطور الظهنة كامل ولكن جسديا نعم نعم وهيدا الموضوع شكل خطر على حياتك اه اول ما خلقت قالولا لولدتي انه ما بعيش فترة شهور والله بياخد امن رجعوا صارت لي ماما تخبي تعرفي مكن زيارات عندي الحاكيم لا يشوف صحتي نعم مستغرب قالوا يا عم في شي غلط غير انسان مستحيل انه يكمل ممكن مع تلاتة السنين تقبلي انه اذا صار شي تقبلي فقطعت تلاتي وقطعت تلاتة وعشر وقطعت تلاتة وعشرين وقطعت تلاتة وعشرين وقطعت تلاتة وثلاثين ولا أربعين العمر كله والحمد الله تزوجت وعشت بسبت ونبت فعندك أولاد وعم تعملوا محتوى على تيك توب شربل قدي عمرك شربل خمستاش خمستعشر سنة العمر كله شربل كمان بعاني من نفس مشكلتك نفس المرات انت عندك شربل ترقق أعظم ذات الشي بأي عمر عرفت انه عندك هيدا المشكلة كمان شمعتك اي ام ام وبأي عمر انت عرفت انه انت متل بابا اربع خمسة سنين ام كفيت عادي شو عملت؟ كفيت عادي ام ما انزعجت من هالشي؟ كتر خير الله ام ام اصحابك كان يقلوا لك شي يزعجر؟ لا 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 كتر خير الله ما في عدنة ام انت رحت عالمدرسة؟ لا ما قدرت تروح عالمدرسة ام عندك ترقق العظم اللي هو ممكن لس يتكسر عظم ام كم مرسار معك كسور بحيال؟ كتر ام ام توجع لما تتكسر كسور يعني مثل كسر كسر طبيعي ام شو اللي ممكن يكسر لك عظمك شربي اذا بنقز بنكسر اذا؟ بنقز فقط نقزة تكسر لك عظمك نعم ام ام بيقلب عن 30 سنتي بيكسر نعم ام حتى استاذي رابعة اذا نحن منخاف من اخواته اي لانه ممكن الخي يلعب مع كم ولد عندك غير شربي بتلاتي تلاتي وشي مره اخوات وكسروه نعم نعم بس اكيد مش قصدين اكيد مش قصدين اكيد مش قصدين ام ما في علاج لهيد الحالة؟ يعني اليوم بتطور الطب يعني انت جميل خلينا نقول من 40 سنة اليوم 15 سنة ما تطور هيدا الامر ليقوى العظم للي تخف الكسور؟ انا سألت انا دكتوري زهر دعوق نعم سألت انه انا ما زمطت بركي بحاول زمت ابني لا هلأ ما له حل يعني بيخلق الجنين من بطن امم بها الحالة بيبقى فيها بس انت بيقصى العظم يعني ببطل من نقزي او من ضرب صغيري او بيتحمل اكتر لما بيبلغ عمر 18 كيف قويته لشربل لا يتحمل انه طفول ما يقدر يلعب ما يقدر يروع المدرسة ما يقدر يتحرك اذا نقز بينكسر يعني حالة صعبة كتير حقيقة وحالة من الحالات النادرة ولكن هيا شربل قدامنا عم بصير نجم وعنده موهبة عم بفرجها كيف قويته؟ لانه انا مرأت بكتير انعكاسات يعني من 40 سنة صعوبة ايه من 40 سنة لليوم ما كان التفكير اللي نحنا فيه هلأ نعم متل هلأ وما كان انه حالي نادرة بالعيلي ما حابا يعرف يتصرف معي اوقات اللي بيحبوني يكسروني يعني تيجي مثلا مثل بنت عمتي ببا تحملني انه ولد ببا تحملوا بتحب كسرتني صايرة كمام مع امي صايرة مع بي مش بقصدوا يعني فشربل لما انخلي انا اللي قطعت فيه بعرف وين الغلط انه بتعور فيه ابني او كيف بدي اقليك اياه المخاطر اللي المخاطر اللي مين بيحملو يعني كل الوقت شرب لازم يكون محمول ما بيقدر بيقض على الصوفة بيقض على الكرسي بس يمشي لا ما بيمشي اذا بدو يفتع الطويلات اذا بدو يعمل اي شي بدو حدا يساعدو زوجتا الماما هي اللي في التعمل هيدا الشي كله